السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم مواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلم الجزء رقم ثلاثة من الفصل السادس هنتكلم على التنسايل تيست والحقيقة في التنسايل تيست هنتناول التنسايل سبيزمنت أو شكل العينات بتاعت اختبار الشد هنتكلم على الستاندرز فور تنسايل تيست هنتكلم على التستنج ماشينز عبارة عن شكلها إيه وبعد كده هنتكلم على الستريسترين كيرف اللي هو الريزلت اللي باخده من الاختبار عشان أبدأ أحلله وأطلع منه الخواص المختلفة الخاصة بموضوع الشد أول حاجة في التنسايل سبيزمنت عند الراوند سبيزمنت العين الراوند زي ما أنا شايفها كده لها أبعاد خاصة زي ما أنا شايفها في الرسمة التوضيحية سواء كان الـ Overall Length أو سواء كان Distance Between Shoulders أو سواء كان الجيش لانس أو سواء كان الـ Diameters بتاعت الأجزاء اللي أنا شايفها دي أو سواء كان حتى الـ Shoulders العرض بتاع الـ Shoulders وطبقى الـ Standards عالمية إحنا بنختار هذه الأبعاد بتاعت العين الراوند طيب في الغالب أنا بستخدم العين الراوند لما يكون عندي بالك ماتيريالي بعد كده عندي الفلات سبيزمنت في الحقيقة شكل العينة بيعتمد على شكل المنتج اللي أنا باخدها منه يعني لو كان عندي المنتج على شكل أنابيب أو مواسير أو مسطحات يبقى أحسن عينة لي تكون الفلات والفلات زي ما إحنا شايفين برضو سواء كان الـ Diameter سواء كان الـ Gainch Length سواء كان العرض بتاع الـ Shoulders سواء كان الـ Radius كل هذا تبقى برضو للايه للـ Standard اللي إحنا بنتكلم عليه بعد كده عندي عينات عبارة عن Wires أو Strip أو Rebars يعني مثلا بالنسبة لربار ستيل المستخدم فيه أو حديد التسليح باستخدمه As It is طبو الـ Wire برضو أستخدمه As It is أما الـ Strips فدي شكل العينات الخاصة بيها زي ما أنت شايف أن أنا لا أضيف عليها جديد أما الأبعاد اللي أنا شايفها كلها بالملي فدي كلها تعتبر تبقى للايه الـ Standards المختلف زي ما نشوف فيما بعد